نحن عندنا نفس الشيء احنا مثلا شوفوا كتاب الكافي هو الذي في نظر مؤلفه محمد ابن يعقوب الكليني عليه رحمة الله ورضوانه هو الكتاب المعتبر عنده الصحيح عنده بحسب نظره هو لكن لا نعبر عنه بأنه صحيح الكافي لا أحد يقول هذا نقول هذا رأي مؤلفه نعم هو اجتهد وكيفه بعد ذلك يأتي علماء يصححون شيئا من هذا الكتاب يضاعفون شيئا آخر يأخذون بشيء منه يردون شيئا منه هذه هي الحرية الاجتهادية والفكرية